لعيب النهاردة في المعسكر صابح تاني يوم مباراة الأهل والزمالك مباراة الأهل والزمالك بتحظى بمشاهدة كبيرة مش في مصر بس ده في الوطن العربي كله اللعيب كانت تقوسك ايه وقت مباراة الأهل والزمالك والله طبعا أكيد مطش الأهل والزمالك ده ليه حالة خاصة طبعا عندنا كلنا وعند اللعيبة كلها موجودة في المعسكر حتى احنا مروح كنا مروح معسكر أبلها باربع خمس ايام في حتة تانية بره يعني في القاهرة بس في مكان منعزل شوية التركيز يعني اللعيبة كلها مركزة ألف في المية خلي بلك مطوش القلو زمالك دي بتبقى مولد نجوم يعني خلي بلك بقى يجيه فترات فيه لعيب مثلا زم كاتمر بيكلم اللي هو من عشرين سنة قولك ده كان جاب جنب في الوقت الفلاني فتبقى مولد نجوم مطش بقى صعب جدا مطش بقى قوي بتبقى عندك تقوسك أكيد انا عن نفسي كنت بقى عندي هدوء بشكل كبير جدا بقى هادي في المطوشة دي بالذات بالذات لأنا بتريت الفترة من سنة أول الفين ما أول مطش لقيتم مثلا كان لقى زمالك بعد كده لقيتر أبريم حاسم فأبريم حاسم كان خبرات وانا كنت ريس صغير 17 سنة أو 18 سنة فالحاجات دي مطوشة دي بقى لها خبرات ولها وقفة معينة ولها الجمهرية بشكل كبير جدا في الملعب ومولد نجوم كبير زمان تقول والتاني حاجة كمان الفرق باننا والفترة دي الجماهير انت عند عونسو الجامير كانت بقى ترعب في السادة الكويرة نحتي الدرجة الثالثة يعني أول كرة لو عددت بيها خلاص انت كده ايه انت ركبت المطش انت فهم ازاي الاهات وصوت الجمهور حاجة تانية ما طبعا اللي بيفرق بقى في الحاجات دي يعني كابت الملعب في خط الدفاع فكان الدنيا في مص الملعب اللي الطرفين الباكرايت والباكليفت هم اللي بتصاروا فانا حتى كان بيحد مثلا اقول له خليني مثلا مطش ده انا خليني خليني حتي الجماهير اه شو تلوالاني عشان لو عددت بواحدة خلاص انت كبت المطش لا استراني بس انت بتتفق دلوقتي مع مع كبت الفرق جواب مع الحكام تقول له حطيني هنا وانا اقول له الهو ايه اقول له هو العكس هو الهو انحة تانية عشان اخد الملعب فكانت يعني من اللقاءات الجميلة اللي انت بتبقى الملعب كله مقفول اول كرة بتعدي او بتعمل بشكل كويس بتلاقي الناس كلها في ظهرك تلاقي المطش كله انت خلاص عديت وتاني حاجة جاملين الاهلي بتفتكر من سنين السنين تقول لك بصت رئيسة في الحتة الفرانية في الدقيقة فرانية عملت جون فالحاجات دي كلها بتبقى الزكريات جميلة طبعا